وأعتقد البرزنتيشن النهاردة والعرض اللي حيتم عرض يعني إلى حد كبير مهني ما هياش دراسة اقتصادية ما هياش هي هي رصد الواقع موجود ورصد لهذا الواقع أتمنى أنه يكون برضو بيتم مقارنته ببس براكتس في دول أخرى وحلول مقترحة لتزليل تلك العقبات وتحت عنوان الهيئة العامة للتنمية الصناعية هل هي محفز أم معوق للإستثمار الصناعي في مصر وما هي الحلول المقترحة معنا النهاردة اليوم المهندس محمد شكري رئيس مجلس إدارة شركة مصر المستحضرات الغذائية ميفاد والحقيقة هو عضو أساسي في اتحاد الصناعات وهو ممثل اتحاد الصناعات في منظومة إصلاح المشاكل الخاصة به الإجراءات والتنمية الصناعية سيد نادر عبدالهادي عضو مجلس إدارة واتحاد جماعات التنمية الأقصادية وتنمية الدخل ومعنا على الزوم دكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ودكتور عبلة دكتور فون بأبتاح مرسي يا طريق سواحي أهلا بيكو جميعا الموضوع في غاية الأهمية بس هو قبل ما نتكلم عن الموضوع في حاجة أكثر أهمية لازم ابتجي بيها الدراسة دي تحمس لتمويلها ودراستها هو مؤسسة سايب فهي جوينت بروجيكت واتحاد الصناعات داعم لهذا الاختيار والأهم من ده كله أنها أستاذة راندا الزغبي كانت شديد الحماس لها فالدراسة دي أكش لي مهدها إلى روحها وتمنى أنها تعجبها وحاطلوا منكو توقفوا دي أهلا حداد على راندا لو سمحت محتويات الدراسة دا العرض بتاع الدراسة نفسها وهو فيه كل المحتوى الفني هنقول الأول إيه هدف الدراسة المبارد بتاعتها الخطوط العريضة للمنهجية تقييم تفصيلي لأداء الهيئة ومدى مساهمتها في دعم الصناع وخدمة المصنعين في إطار منظومة الاستثمار الصناعي كله والحلول المقترحة وبعدين هنتكلم عن المبادئ الحكيمة عشان نقدر نعمل تغيير فعلي في الأداء فعلا ومقترح لشكل المفروض تكون عليه القطة الإصلاحية المنظومة للصناع الصناعي على المدى الفوري والقصير والمتوسط هدف الدراسة هدف الدراسة نحن نقيم بشكل تفصيلي الهيئة من كل الجوانب على قطب مؤسسات الأخرى اللي علاقة بالصناع عشان نعرف إيه أسباب المشاكل الرهيبة المستثمرين بيتعرضوا لها وليه تراجع جذبنا الاستثمار الصناعي الأجنبي وقابلوا الاستثمار المحلي وبالتالي ضعف الأداء الصناعي والتصديل لمصر وده بهدف الوصول لمنظومة الاستثمار الصناعي المثلة اللي بيتتحقق الطموحات وقدرات مصر الفعلية والطموحات وقدراتها الفعلية دي أحسن بكتير من مجرد التارجتس اللي احنا بنحطها أو نحن نحسن نفسنا احنا مفروض نبقى بعد من كده بكتير فتستطيع من خلالها مصر أنها ترتقي بالاستثمار المحلي وتتنافس بشكل صح مع الدول المحيطة في جذب الاستثمار وده من خلال إيه بقى؟ تغيير جذري تدريجي في أسلوب إدارة هيئة التنمية الصناعية وفي العلاقات المؤسسية لمنظومة الاستثمار الصناعي كلها لكن في نفس الوقت بخطوات متسارعة جدا علشان خاطر الموقف اللي احنا فيه دلوقتي ما يحتملش ان احنا ندلع في التصليحات في الإصلاحات ونتندلع يا الكلمة المناسبة وبالتالي كاننا بنقول إحنا فين دلوقتي وعنديني نروح فين وحنوصل هناك إزاي بتاع دبايز ولا إيه أستاذ زبراهيم ألا ثانية واحدة ساري ده مقارنات مش هاخد فيها وقت خالص انكم كلكم عارفينها الدائرة الحمرة دي بتاعتنا احنا واحنا دايما نقرب الاخر كده في كل حاجة سواء كان فيه سهولة ممارسة الأعمال سواء كان فيه الصدرات الصناعية سواء كان فيه الاستثمار الصناعي والأرقام المحدثة مش موجودة بشكل مقارن أوطى من دي كمان بكتير يعني فهذا الموضوع سيء جدا يعني ليه بنركز على المنظومة كلها ومش بس على هيئة التنمية الصناعية وده مهم جدا بنركز على هيئة التنمية الصناعية لأن هي الجهة المنوط إليها التعامل مع المستثمر في مجالات الفصول على الأرض مرفقة والترخيص والسجل الصناعي وكونها نظريا على الأقل لأن ده مش حاصل إيه الأب الشارعي للمستثمر الصناعي لأن لها أدوار في كل مراحل المشروع حتى قبل ما يبتدي لكن بنركز على المستثمر الأخرى زي هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز المشاريع الصغيرة متوسطة والمحافظات كل دول لأن فيه تداخل لأدوارها مع هيئة التنمية الصناعية والمستثمر الصناعي بيقع ضخية للمنظومة دي كلها وأخيرا برضو بنركز على دول لأن فيه جهود إصلاحية فعلا موجودة لكن مفككة متبعدة مرتبطة بشخص المسؤول وميوله ومهم موضوع ما يقوله دي وتفتقر إلى رؤية المنظومة المتكاملة فبتكون النتيجة أن أنا أقصى حاجة بعملها أن أنا بعالج عرض المشكلة وليس مصدرها ده بيوري هنا أهم محاور منظومة الاصطناعي وتعدد الجهات المسؤولة عن كل مرحلة من قبل المشروع يبتدي هيئة التنمية الصناعية شايفينها مع بداية المشروع وتشغيله وتوسعه مؤسسات خاصة بالأراضي في كذا مؤسسة هيئة التنمية واحدة فيهم الحاجات الخاصة بالترخيص والسجل دايما هيئة موجودة وفيه آخرين ومؤسسات كتيرة مرتبطة بيها ففيه تداخل جامع ده بتكون النتيجة أن المستثمر الغلبان هو اللي بيعاية في النص ده وشعره واقف وشعره انديكاتف يعني يقوله حاجات كتير لأنه تائمة بين كل دول بيروح يعاية للوزارة وبيروح للتحدي الصناعات اللي هو بيحاول يساعده بس متكتف برضه فمش قادر برضه يروح بعيد انتم شو تكتفين مش متكتفين مش مش متكتفين ما فيش حاجة تكتفين ما فيش حاجة تكتفنا أمنوا فلاص احنا بيت هيئلنا انه يكون متكتفين طيب القطوط العريضة للمناجية بتاعتنا عملنا مستويين تلات مستويات للتحليل مستوى الأولاني مستوى كلي بيتناول البعض المؤسسي فبيشوف أسلوب إدارة الهيئة وعلاقيتها بالجهات الأخرى والالتزام بمعايير الحوكمة السليمة القانونية وأوجه التحسين المطلوبة بنعمل تحليل تاني على المستوى الجزء بيتناول تحليل الفجوة ما بين القانون والإجراءات المعلنة وأرض الواقع أرض الواقع دي بقى كل الناس اللي بتوعاني عايشة فيها وأخيرا بنعمل تحليل على المستوى المقارنة الدولية عشان نحدد الفجوة بالمصر والعالم فيما يخص الرخص وتخصيص راديو التنمية الصناعية بشكل عام عشان ده يساهم في اقتراح الحلول الأدوات بتاعت المنهجية بتاعتنا نحن عملنا تحليل اه اقتصادي جواشق قانوني عملنا مقابلات مكسفة مع المصنعين من كل القطاعات عملنا استبيان يعني عادنا مع كل الناس عادنا مع رئيس التنمية الصناعية الحالي وعادنا مع الواقساء السابقين وعملنا مراجعة تفصيلية للجهود الإصلاحية السابق نكلم بقى على التقييم حيكلم فيه فريق العمل هنا الدكتورة صحر عبود سينير ايكونوميس في المركز وبعدها الدكتورة راما سعيد سينير ايكونوميس في المركز برضو والاتنين يعني شافوا الويل في هذه الدراسة فلازم تسمعوهم بحرش شديد فضالة صحر صباح الخير على حضراتكم جميع يعني دي بعض النتائج المهمة جدا لدراسة احنا تقريبا استدركنا فيها حوالي أربع شهور من الشغل قابلنا كل الناس زي ما دكتور عبلا قالت اعتمدنا فيها على منهجية لها أدوات متنوعة هنعرض النهاردة النتائج بتاعة التقييم اللي قمنا به على المستويات التلاتة المختلفين فأول مستوى زي ما قالت دكتور عبلا في المنهجية في الجزء الأول تحليل على المستوى الكلي والتحليل على المستوى الكلي ده كان فيه شكين شك اللي بيتناول البعض المؤسسي البعض المؤسسي تحتيه حاجتين سواء علاقة الهيئة بالجهات الأخرى الحكومية أو سواء البعض المؤسسي على مستوى اسلوب إدارة الهيئة نفسها والبعض التاني البعض التشريعي وده هنتناوله بالتفصيل بعد البعض المؤسسي يليهم البعض اللي بتناول الفرق ما بين القانون وواقع الممارسات العملية فالسلايد دي هي استكمالا للصورة اللي حضراتكم شفتوها اللي فيها المستثمر محتار ما بين الجهات الحكومية المختلفة دي أول نقطة ضعفة قبلتنا في التقييم المؤسسي هو عن علاقة الهيئة بالجهات الأخرى في عندي أكتر من جهة حكومية مسؤولة عن الأراضي عن الترخيص عن الترفيق في عندي كل جهة بتشتغل بمنظومة مختلفة مش بالضرورة أن كلهم فيه تنصيق ما بينهم على مستوى كامل في الآخر بنوصل للصورة اللي شفنا فيها المستثمر حيران ما بين الجهات المختلفة وما بيقدرش ياخد الخدمة المفترض أن هو ياخدها بالشكل المطلوب طيب إحنا كمان حطينا بعد كل مشكلة إيه الإجراء المطلوب عشان أخرج من حل أو بحل للمشكلة دي فأنا هنا حطينا كمان تفصيلة هذا الإجراء من ناحية طبيعته هو قانوني أم تنفيذي أم استراتيجي كذلك إطاره الزمني أصير أو على المدى المتوسط أو فيه إجراءات فورية وكذلك وآخر نقطة بنقول كمان من الجهة المسؤولة عن القيام بهذا الإجراء أول مشكلة قبلتنا للمستثمر فيها متحير دي هنحلها إزاي هنحلها بحاجتين واحد هعمل فصل في الأدوار ما بين كل الجهات مع طبعا التزام بالتنصيق ما بين الهيئة أو ما بين الجهات المختلفة بحيث المستثمر يبدو أمامه جهة حكومية واحدة بتقدم له الخدمات الجزء الثاني إن أنا طبعا عايز أعمل تركيز لكل المهام الخاصة بالصناعة في الهيئة بحيث المستثمر بتعامل مع جهة واحدة فقط وليس مع كل هذه الجهات ده طبعا هيتم تنفيذه تدريجيا على أكتر من مرحلة ودي أنا أتعرض لها في مفهوم فكرة العقد الشامل في آخر بالتفصيل النقطة الثانية اللي بنتكلم فيها على مستوى إدارة الهيئة إلى أي مدى المستوى اللي حوكمة في الهيئة نفسها وده عملنا إزاي عملنا بجموعة من المعايير اللي بتتكلم عن دوابط الحوكمة السليمة داخل الهيئة واختبرنا كل معيار إلى أي مدى هو موجود ومطبق ولا مش موجود أصلا أو موجود ولكنه غير مفاعل بالشكل السليم نتيجة الاختبار ده تلعت إيه واحد أول مشكلة قبلتنا إن الهيئة بتعمل هاجة مش مظبوطة وإن هي بتجمع ما بين دور تنظيمي وتنفيذي ورقابي في وقت واحد وده ضد مبادئ الحوكمة ده طبعا بيؤدي للتعارض مصالح ويفتح لي باب للفساد وفرط في تتبع المخالفات خاصة بعد ما الهيئة أصبحت هيئة اقتصادية ده طبعا عشان أحلوا محتاجة إجرائين واحد عايزة أعمل إعادة هيكلة للهيئة بما يحقق لفصل الأدوار وأسب لها الدور التنظيمي والرقابي فقط والخدمات أقدمها من خلال القطاع الخاص ده ضمانا أن أنا أعمل إزالة تعارض مصالح وفي نفس الوقت أقدم خدمة بمستوى أداء أعلى إيه تاني كمان محتاجة أن أنا أراجع القانون فيما يخص إلغاء شركة التنمية الصناعية اللي تابع ليه حيقة التنمية الصناعية لأن ده طبعا مظهر من مظاهر تعارض المصالح الشديد النقطة التانية بالرغم أن القانون إحنا بنتكلم هنا على إطارين تشريعيين بيحكموا الهيئة القانون الأساسي للهيئة وقانون الترخيص اللي هو قانون 15 لسنة 2017 بالرغم أن القوانين دي يعني أسمحت بمشاركة قوية جدا للكطاع الخاص من خلال تمثيل اتحاد الصناعات في اللجان العديدة اللي تضمنها القانونين دول إلا أن ده عمليا ما بنلاقيش فيه التزام بمشاركة اتحاد الصناعات تحديدا في لجنة مهمين جدا لهم دور حاسم في حاجات كتير أو تخص عمل الهيئة هما لجنة اشتراطات الترخيص واللجنة التانية لجنة التظلمات وبالتالي هنا بيغيب طرف أصيل صاحب مصلحة في صنع الكرارات وفي نفس الوقت ما بنضمنش حيادية طبعا لجنة التظلمات كذلك أن بالرغم أن القانون سمح أن فيه خبراء ممثلين في مجلس إدارة الهيئة أن ما فيش ضمانات أو ضوابط بتقول أن الخبراء دول لازم يكون لديهم خلفية صناعية وبالتالي أهموا بشكل مظبوط مشاكل الصناعة الإجراء المطلوب للخروج من المشكلة دي أن نحن محتاجين للتزم بنص القانون طبعا فيما يتعلق بتمثيل اتحاد الصناعات في اللجنة المختلفة ومحتاجين نضم خبراء من الصناعة أو لديهم خلفية صناعية في مجلس إدارة الهيئة طبعا الهيئة دلوقتي ماشية بمجلس إدارة مشكل على القانون القديم وده طبعا مش مظبوط أو ده وضع غير قانوني المفروض أن بعد تعديل قانون الهيئة وقانون الجديد كان يحصل إعادة تشكيل لمجلس الإدارة في دوق القانون الجديد ده طبعا بيخليني في وضع غير قانوني وبيمكننيش من أن أنا ألتزم بكل القوانين الحكمة للهيئة وأعرف أدي الدور بالشكل المظبوط ده طبعا الإجراء بتاع أن أنا أعمل سرعة إعادة تشكيل لمجلس إدارة الهيئة زي ما قلت أنا ما عنديش معايير فنية لاختيار قادة الهيئة والمستشارين المشكلة هنا جاية منين المشكلة أن ما فيش ضمانات تخليني بختار الفيادات في الهيئة في كافة المستويات المستويات الإدارية العليا ليهم خلفية صناعية أو عندهم دراية بمشاكل الصناعة بشكل كامل طبعا ده بالإضافة لضعف التواصل مع الوزارة ومع الحكومة وضعف مفهوم الاستراتيجية الصناعية ودور الهيئة فيه إيه بالزبط ده طبعا بيخليلي أن أي جهود بنشوفها في التحسينات كلها جهود فردية مرتبطة بخبرة الشخص ورغبته في الإصلاح طبعا محتاجة هنا الحل إيه أو الإجراء المطلوب أن أنا أعمل ضوابط لاختيار قادة الهيئة بحيث أن أنا أضمن أن يكون عندهم خلفية صناعية وإدارية تخليهم يقدروا يقودوا هيئة بهذا الحجم وبهذه الأهمية في منظومة مركزية في اتخاذ القرار وضعف مشاركة الإدارات في اتخاذ القرار ده طبعا ناتج عنه إيه عواقف تنفيذية الموظف بيبقاش ملم بكل القرارات اللي تم اتخاذها على المستويات الإدارية العليا وبالتالي ما عندوش إلمان بكل المعلومات والتفاصيل الحل بتاع المشكلة دي إيه لا أنا محتاج أن أنا أشرك اللي بيقوم وبالتنفيذ في اتخاذ القرارات من البداية يعني محتاج تبنى منهج من أسفل لأعلى في اتخاذ القرار ومحتاج طبعا أحسن كمان نظام التواصل الداخلي بحيث أن يكون كل موظف على علم بالإجراءات اللي بتقوم بيها الهيئة وأي تحديثات وكذلك بمستوى الصناعة في مصر في عندي ضعف في التواصل الداخلي والخارجي للهيئة وده شوفناه بشكل واضح جدا مش كل المصنعين بيبقوا ملمين بأي تعديلات تقامد بها الهيئة سواء في الإجراءات سواء في التكاليف المعيارية الخاصة بالخدمات اللي هي بتقدمها طبعا ده بيترتب عليه ضعف وضيع وقت كبير جدا للمصنعين وتعطل مصالحهم الإجراء المطلوب الهيئة والريدي عاملة نماذج أو أدلة مسميها أدلة للإجراءات لكنها أدلة صعبة جدا ومعقدة جدا إحنا محتاجين نعمل تبسيط لهذه الأدلة محتاجين نترجمها في صورة أشكال مبسطة وخضوات واضحة بالإجراءات محتاجين نعمل تعميم لكل القرارات والإجراءات على كافة المستويات الإدارية وكمان كافة الفروع لأنه فيه قرارات فروع ما بتبقاش على علمي بها نهائي حتى يعلم الجميع بيها وكمان ما يقعش في الحالة دي المستثمر ضحية للجهل بالمستجدات وطبعا نتيح التعديلات اللي تخص الإجراءات واللوايح والتكاليف المعيارية على الموقع الإلكتروني للهيئة النقطة التانية ضع في موضوعية ألية الشكاة والتظلمات يعني هو القانون أتاح لجنة للتظلمات ومجب القانون اللجنة دي تشكيلها عبارة عن ممثل من الهيئة ومن مجلس عضو ومن مجلس الدولة وتمثيل الاتحاد الصناعات طبعا اللي بيحصل ايه على أرض الواقع الموقف أن ما فيش تمثيل الاتحاد الصناعات ده طبعا بيصير لي علامة استفهم حواليين حيادية اللجنة طيب أخرج من الكصة دي ازاي هعملها على مرحلتين واحد هبتدي في الأول فوريا أن أنا ألتزم بالقانون وأن أنا أمثل اتحاد الصناعات في لجنة التظلمات ثم بقى المرحلة التانية اللي تزود لي من حيادية اللجنة ودهما بردتها فعلا تكون موضوعية ومستقلة أن أنا أخرج لجنة التظلمات خارج الهيئة وانقلها لوزارة الصناعة والتجارة ثم أعيد تشكيلها وأضمن أن يكون فيها خبراء خارجيين طبعا ضعف الكفاءات داخل الهيئة دي من تبعات مثلا عدم إعادة تشكيل مجلس الإدارة الجديدة المفترض أن الهيئة كلها موارد بشرية لها شكل مختلف وده القانون سمح بأحد المزايل اللي ادهى القانون الجديد أنه سمح أن الهيئة ما تتقيدش بالضوابط الحكومية في قصة الموارد البشرية سواء من ناحية التعيين والترقي والتقييم ده طبعا مش حاصل على أرض الواقع طيب تم إلغاء ليحة خاصة بالموارد البشرية اللي كان فيها طبعا معايير بتزبط أو بتعمل بناء القدرات البشرية بشكل مستمر ده طبعا خلى لي فيه مشكلة في الكفاءات داخل الهيئة ده خلى لي الهيئة مش قادرة على أنها تستفيد حتى من المزايا اللي أتحالها القانون وتقوم بدورها بالشكل المطلوب ده نتج عنه باقي إفراط في تعيين المستشارين لدى الهيئة دون ضرورة الدراسة الحاجة إليهم من عدمها وكمان طبعا ده أدالي لضعف كبير فيه تطبيق منظومة الشباك الواحد طبعا أنا هنا محتاجة أعمل إيه؟ محتاجة بسرعة أن أنا أصدر الليحة الدخلية للموارد البشرية ودي طبعا مفيد أنها بتعتمد من مجلس الإدارة الجديد المعايد تشكير وليس من المجلس الإدارة الحالي أغزم في الاعتبار الجهود الصبقة في هذا الشأن أني كان فيه قريدي ليحة قبل كده موجودة أن أنا كمان أفتح باب الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الجان المعاينة أن أنا أعمل مراجعة شملة وأقيم احتياجي للمستشارين دول كلهم وأسيب منهم اللي محتاجوا فعلا والباقي أوجه موارده إلى المجالات الأقصر الحيحة طبعا غياب قليات تقييم الهيئة دي أحد النقط الخلل الرهيبة في البعض المؤسسي في الهيئة أنا الهيئة بتطلع مجموعة من المؤشرات الكمية اللي بترسط فقط عدد إجمالي عدد الترخيص المترقمة عبر سنين الهيئة ما بقدرش أعرف حتى السنة دي بس أنا عملت كم ترخيص مقارنة بالسنة اللي فيدي دي المؤشرات الكمية البسيطة المحدودة جدا اللي بتطلع من الهيئة طيب هو أنا محتاجة أنا ما عنديش أصلا مؤشرات أداء مسبقة محددة للمستهدفات الخاصة بالهيئة طبعا ده جزء منه راجع لأن أنا عندي ما فيش ربط ما بين الاستراتيجيات بعضها وبعض طبعا ده بيوقعني في مشكلة إن أنا أبعرفش أعمل محاسبة مظبوط نفس الوقت ما عنديش دافع للتطوير لدى الهيئة وما بقدرش أعرف إيه الأوجه الخلل أو عدم تحقيق الهيئة للمستهدفاتها جاي منين بالظبط طيب ده هحله إزاي أولا من خلال إن أنا يبقى عندي فيه مستهدفات للصناعة مستهدفات كمية للصناعة ينبسط عنها مستهدفات للهيئة يتم في ضقها وضع مؤشرات أداء خياس أو تقييم عمل الهيئة النقطة التانية إن أنا بقى عايزة درجة كبيرة من أفصيل في المؤشرات الكمية الخاصة بالهيئة ده على مستوى التقييم الداخلي طيب محتاجة كمان يبقى فيه عندي تقييم خارجي رسمي وملزم رسمي وملزم من خلال لجنة تضم اتحاد الصناعات وفيها ممثلين من لجنة الصناعة في النواب وطبعا ديكون أحد أدوات هذا التقييم الخارجي استبيان دوري لرأي المصنعين في تقديم خدمات الهيئة مش بس هعمل التقييم الخارجي للتقييم الخارجي في حد ذاته هعمل كمان ربطة ما بين التقييم الخارجي وتجديدي أو عدم تجديدي واستمرار القيادات ده معنى أصحي داخل الهيئة والتجديد ليهم من عدمه طبعا ضياح حقوق المستثمر دون وجود جهة بتحفظ حقه أنا ما عنديش اللي بيحفظ حقوق المستثمر في حالة عدم التزام الهيئة أو أي جهة حكومية من اللي بتعامل معها المستثمر أو إخلالها بالوفاء بحقوق المستثمر وده أكبر مثال عليه موضوع بطء الترفيق الناس بتستلم الأرض وتقعد تايها كتير جدا ما فيش ترفيق للأرض معاناة المستثمر في حالة قيام الجهات الأخرى بتعديل اشتراطاتها وتتبعها بأثر راجع وده كيس الواضحة قوي كل شوية تعديل اشتراطات بتاع المدني طبعا ده بيقع المستثمر في الحالة دي تحت تهديد بغلق المنشأة من الهيئة والجهات الأخرى بشكل متكرر خاصة أن في جهات لديها فعل بطيئة قضائية من حقاتك يعني تدخل المنشأة الصناعية بشكل مباشر أنا في الحالة دي محتاجة أعمل مجموعة من الإجراءات طبعا برضو منها ما هو فور ومنها ما هو قصير محتاجة واحد أعدل ألية تفظلماته والشكاوة داخل الهيئة اتنين محتاجة أعمل تضمين لكل اشتراطات كل الجهات الحكومية اللي بتعامل معها المستثمر في وصيقة واحدة يوقع عليها المستثمر مع هيئة التنمية الصناعية ودي فكرة أو مفهوم مفهوم اسمه مفهوم العقد الشامل هتكلم عنه دكتور عبلا بالتفصيل في نهاية العرض محتاجة طبعا أن أنا أفعل نص القانون اللي بيلبي أن أي دخول لمنشأة صناعية ما بيكونش غير من خلال الهيئة محتاجة طبعا أن أنا أخلي فيه تعاون بشكل رسمي ما بين اتحاد الصناعات ومجلس الوزراء في حماية حقوق المستثمر إلى أجد آلية مؤسسية سليمة لدمان الحكوم عدم اجتمال رقمانة الهيئة بالشكل السليم ده آخر مشكلة مؤسسية قابلتنا طبعا هنا نقصد بالرقمانة أن أنا أراجع كل الإجراءات اللي بتقوم بيها الهيئة وحاول أختصرها وبسطها إلى أقصى قدر ممكن ثم أعمل ما يتكنل كل هذه الخدمات وإمكانية طبعا التقديم بشكل كامل إلكترونيا وبالتالي بأعمل فصل ما بين مقدم الخدمة وطالبها طبعا الجهود اللي بتحصل في الهيئة ما بتكتملش فيه هذا الموضوع وده طبعا بيفتح لي فرصة كبيرة جدا للفساد والمخالفات وبطء تقديم الخدمات وكمان ما بعرفش أحاسب المسؤول عن هذا الخلل طيب لما راجعنا بقى الإجراءات المطلوبة هنا أنا محتاجة إيه لأنني كمان اللي في براكز الرئيسية بتقدم خدمات قاسرة فقط على المركز الرئيسي ومش بتتقدم من خلال الفروع وهم تحديدا خدمتين خدمة التخصيص بتاعة الأراضي وخدمة نسبة التصنيع المحلي لأنا محتاجة أعمل ربط إلكتروني ما بين فروع الهيئة أو المركز الرئيسي بحيث أن كل الخدمات تقدم من خلال الفروع وليس شرط أن المستثمر يحضر للمركز الرئيسي عشان يقضي الخدمة محتاجة أستكمل جهود الهيئة في رقمانة خدماتها ثم محتاج تنفيذ رقمانة كافة خدمات بقى منظومة الاستثمار الصناعي بحيث أن المستثمر أفعل الرقم لوحيد المنشأة اللي المستثمر بيقدم مستنداته الجهة واحدة بتظهر لدى كافة الجهات ويتم استكمال الإجراءات الخاصة بي استكمال إجراءات المشروع الخاصة ننتقل بقى لنتائج التحليل على البعد التشريعي مع زميلتي دكتورة رام سيال خير فيما يقص البعد التشريعي في البداية هنأكد أن الإطار القانوني اللي بيحكم عمل الهيئة القانونين هما قانون خمسة وتسين لألفين وتمنتاشر وقانون خمستاشر لألفين وسبعتاشر الخاص بالترخيص بالإضافة إلى الليحة التنفيذية بتحليل هذا الإطار التشريعي لقينا أنه بيعاني من بعض أوجه الضعف هنلاقي مشكلة في تعدد اللي جاء داخل الهيئة ومن أهمها مثلا لجنة اشتراطات دون وجود دوابط محددة تحكم عملها ومن أهم هذي اللي جاء اللي أثرت كتير هي لجنة اشتراطات الترخيص ده ترتب عليه إن ترك المجال مبتوح لتفريغ القانون من مفتوه المطلوب هنا إن إحنا نضع حدود لعمل لجنة اشتراطات الترخيص بما لا يخل بنص القانون خاصة فيما يتعلق بتعدد المجتندات المطلوبة الترخيص ومراجعة أدايا اللي جاء الداخلية وتقييم مدى الحاجة إليها ووضع دوابط عملها ولازم طبعا تكون معتمدة من مجلس الإدارة هناك مشكلة في وجود متابعة سنوية حتى في حالة الترخيص بالإختار اللي هو قانون المفتوح المدة ده المستثمر لازم كل سنة يروح يقدم نفس المستندات ويدفع نفس الرسوم وبالتالي ده بيعد تناقض تشعيري يتعارض مع فكرة يسير الإجراءات في الأساس وخاصة إن الإختار مفتوح المدة الإجراءة المطلوب عدم إلزام المستثمر بتقديم المستندات ودفع الرسوم سنوية للهيئة مع احتفاظ للهيئة بحق إنها ممكن تقوم بعمل زيارات بدون قيام المستثمر أصلا إنها تروح للهيئة هناك معيار معيب وغير متعارف عليه التمييز المشروعات الصغيرة والمتوسطة قانون الهيئة بيعمل التمييز ده على أساس مساحة الأرض وده مش مختلف عن التعريفات الأخرى اللي علنتها الدولة ده تعريف البنك المركزي وقانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتوسطة الهيئة نفسها لما بتيجي تتحدد إن كان المشروع صغيرة ولا بتقول للمستثمر روح لجهاز تنمية المشروعات عشان تثبت حجم المنشأة وده يؤدي إلى مزيد من صعوبات وزياد الإجراءات التي يتحملها المستثمر الصغير فالمطلوب هو تعديل تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيه قانون الهيئة من خلال تبني تعريف البنك المركزي لوحظ أيضا بيقول لك إن لو المنشأة ما استوفتش الاشتراطات الغير جوهرية بيديها ترخيص مشروع من غير ما يحدد إيه هي بالزبط الاشتراطات الغير جوهرية ده يترتب عليه اختلاف في التفسيرات وعدم توازن اللجان وبالتالي ضيع حقوق المستثمر وبالتالي إحنا بنقترح هنا أو توضيح المنصوص الغامضة من خلال اللايحة التنفيذية بمحقق الشفافية في كافة أوجه التعامل مع المستثمر أيضا في تخصيص الأراضي بيوضع الجدول الزمني على أسس غير وقعية وغير سليمة بيوضع من قبل الهيئة بس ما بيرعيش الاختلافات ما بين الصناعات ما بياخدش في اعتباره الفترة اللازمة لحصوص المستثمر على الترخيص والموافقات وخاصة في زل تعقد الإجراءات بيطبق الجدول الزمني حتى لو لم ترفق الأرض النتيجة المستثمر بيقع تحت دخط الهيئة يضطر المد المهل وتتضاعف التكاليف المعيارية مع كل طلب لمدة إضافية الإجراء المطلوب إن احنا نحسب المدة من وقت استلام الأرض مرفقة ووضع البرنامج الزمني يتناسب مع طبيعة الصناعات طبيعة المنطقة الصناعية المتوجد فيها المصنع المستوى ترفقها على أن يشارك في وضع هذا الجدول الكبراء من القطاعات المختلفة هناك أيضاً تعدد في الجهات المنوط بها وضع الضوابط الفنية والمالية للتقدم بطلب الحصول على الأرض من مجلس وزراء هيئة التنمية الصناعية هيئة المجتمعات العمرانية المحافظات المطلوب أن يبقى فيه جهة واحدة هي لتحط الضوابط الفنية والمالية لتغطي كافة أشكال التصرفات على أن تكون هذه الضوابط معلنة ومرتبطة في الأساس بتعظيم فرصة التصمار الصناعي وفقاً لخريطة استثمارية مدروسة بالإضافة إلى إلغاء الاستثناءات المرتبطة بالجهات السيادية ووضع معايير محددة في حالة البعد الأمني فنياً وليس حصول الجهة الإمنية على الأرض لغاية غرض آخر من أكبر المشاكل هي التعامل مع الأرض كسلعة والتوجه ده خطيل لأنه بيلغي البعد الصناعي تماماً ويحول الهيئة عملياً إلى تاجر أرض بدلاً من كونها محفز للصناعة والأخطر أن هذا التوجه بتحمي المادة 29 اللي في حالة المفاضلة بيتم على أساس المزايدة الإجراء المطلوب تصحيح مفهوم الهيئة الاقتصادية والتربح على حساب الصناعة كوسيلة لتحقيق الدخل التعامل مع الأرض كمورد للتنمية الصناعية وتعظيم القيمة المضافة لأنشطة المقامة عليها وليس كسلعة مراجعة أسلوب تسعيل الأرض من قبل هيئة التنمية الصناعية وكل الجهات اللي بتتعامل مع الأرض بحيث أن التسعيل الأرض بما يتناسب مع تكلفة الترفيق بدون تحقيق ربحية ويتم التعاون مع خبراء في تحديد هذه التكلفة بشكل شفاف ومعلن تبني نموذج حق الانتفاع أو الإيجار بشكل موسع بدلاً من الملكية حتى تنخفض قيمة الأرض من تكلفة المشروع الصناعي التفاوض والتنصيق مع البنوك حتى يكون هذا النظام الجديد داماً لحقوق البنك حتى يمكن المستثمر للحصول على قروض تسمح بتشغيل بتشغيل مشروعه لوحظ أيضاً وجود فجوة بين القانون والليحة التنفيذية بعض مواد الليحة التنفيذية بتضعف من نص القانون مثل ذلك يعني حنلاقي أن مثلاً بدل ما الجهار بموجب القانون بتلتازم بإمداد الهيئة بالاشتراكات الفنية الليحة التنفيذية أقصرت هذا الإلزام لمجرد تنصيق برضو في حالة تغيير النشاط بدل ما هي كانت من نص القانون مجرد موافقة كتابية من الهيئة الليحة التنفيذية قالت لا لازم موافقة جهات الولاية وإثبات هذا التغيير على خطاب التخصيص وخطاب استلام الأرض بالرغم منه سيكون مثبتاً في الترخيص والسجل الإجراءة المطلوب إن احنا نوافق الليحة التنفيذية ونعدلها بحيث إنها تلزم كافة الجهات بمدل اشتراطات توحيد تطبيق الترخيص بالاختارة المنشيات الصناعية داخل وخارج المناطق الصناعية الاكتفاء بالموافقة الكتابية من الهيئة على الترخيص والسجل عند تعدين النشاط والالتزام باللحة التنفيذية فيما يتعلق بالرد على طلب الأراضي نتيجة هذه النواحي لضعف القانون واللحة التنفيذية على أرض الواقع القانون بتاع الهيئة سواء 95 أو 15 غير مفعالين على الأرض الواقع والإجراءات المعلنة مختلفة عن ما يتم رصده على الأرض الواقع من أهم المشاكل اللي تم رصدها هو صعوبة إجراءات الحصول على الترخيص الصناعي المستندات بدلا ما هي تلاتة بقت اتناشر فترة زمنية طويلة بتستخرج في تجهيز المستندات أحيان من 8 شهور لسنة مطالبة المستثمر بتقديم نفس المستندات كل لسنة تجديد الرخصة واستخراج السجل وصعوبات في سنة الحيازة سواء للشركات الخاصة أو حتى الشركات الحكومية اللي تصدر لها الشركات القطاع العام صدر لها قرار بالتخصيص لكن في الفترة المؤخرة حديثاً كده أصفر جهود اتحاد الصناعات بالضغط على الهيئة التقليل معاناة المستثمرين عن تبسيط إجراءات السجل الصناعي من خلال التقليل من بعض المستندات وعلى رأسها خطاب سكرتير عام المحافظة لكن بالرغم من ذلك ما زال هناك ضرورة لالتزام بنص القانون في عدد المستندات المطلوبة لحصول على الترخيص إلغاء تسلسل الملكية تسليم سنة حياسة الأرض للمستثمرين الذي نسدده تمنى الأرض الاعتراف باختاف تخصيص الأرض وفقاً للقرارات السابقة تسهيل تغيير النشاط وغيرها من أي إجراء يخالف نص القانون أيضاً عدم السماح للمستثمر بتجديد الترخيص أو السجل قبل انتههم بالفعل وبالتالي شل حركة الانتاج والاستراض والتصدير لغاية ما يتم التجديد ويتحمل المستثمر أرضيات البضاء والواردة وتعرضه للعقوبات نتيجة عدم التزامه بتوقيتات العقول وبالتالي هناك ضرورة فورية لإلغاء هذه الشروط الغير منطقية والسماح للمستثمر إنه يجدد الرخصة قبل انتهاءهم بفتر وقت كافي مع عدم تقديم المستندات السابقة بدون مبرر ما زال الاشتراطات الدفاع المدني والبيئة أكبر قائق للحصول على ترخيص الصناعي خاصة للمنشآت الصغيرة الجهات الأخرى بتتحكم في اشتراطات الترخيص بشكل منفرد وغياب الدور الهيئة في تنصيق مع الجهات المعنية هناك تعنت مع قبل الدفاع المدني بتحديد الاشتراطات وتغييرها أكثر من مرة لنفس المنشآت وهذا مطالبة المستثمر داخل المجمعات الصناعية باشتراطات بيئة والدفاع رغم أن الهيئة بتصمم أصلا هذه المجمعات وبالتالي هي مفروض متراهزة الاشتراطات من البداية المطلوب تفعيل نص القانون فيما يتعلق بقيام الهيئة بتحديد الاشتراطات الدفاع المدني والبيئة بالتنصيق معها وتضمين العقود الاشتراطات الدفاع المدني والبيئة وبحيث لا يمكن الرجوع عنها فكرة العقد الشامل فيما يتعقص المجمعات تطبيق الاشتراطات الدفاع المدني على مستوى المجمعات الصناعية وليس المنشآت مفاردة وتحديد الاشتراطات الفنية والبيئية بشكل كامل قبل طرح المنطقة الصناعية ويطبق القرار بشكل فور على كل المنطقة الجديدة أو في مرخلة التنفيذ حاليا هناك مشكلة كبيرة فيما يتعلق بارتفاع التكاليف المعيارية مثال إصدار صورة تبكر الأصل من رخصة التشغيل بيتكلف من حوالي 625 ومد المهل بيتم بتكاليف مضعفة بنضيف على ذلك وجود ضريبة للقيمة المضعفة على خدمات الهيئة يتحملها المصنع وهو إجراء غير مفهوم وفيه غياب لتفاهم دور الهيئة الأصلي وأهمية الصناع وينطبق نفس الكلام على الضريبة العقارية على المصنع وإن كان لا علاقة له بالتكاليف المعيارية المطلوب هنا نحن نكون لجنة لوضع التكاليف المعيارية من البداية ومشتعدي للموجود ويكون هذه اللجنة فيها ممثلين أصحاب المصلحة وفقا لحجمهم من خلال التحاد الصناع وخبراء متقصصين من تارج الهيئة وخدمات ممثلة ومنذوبين من الهيئة وتكون هذه القرارات ملزمة بعد العد على المجلس الإرادة بعد عد التشكيل إلغاء ضريبة القيمة المضافة على خدمات الهيئة وعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب العقرية من أكبر المشاكل هو عدم طفل الأراضي الصناعية سواء انخفاض في طرح الأرض الصناعية نفسه أو تأخور في تسليم الأرض مترتب على ذلك معاناة المصنعين من عدم إمكانيات التوسع وصعوبات في التأجير المطلوب هنا طرح مزيد من الأراضي الصناعية وفقا لجدول زمني وتلتزم فيه الجهات بالطرح السماح بالإجراء للوحدات بساحات بإجراءات مبسطة ما بتتدخلش الهيئة بين صحب المنشآة الأصلي والمؤجر مدامة إجراءات تعامل مع الهيئة سليمة وتبني فكرة التوسع الرأسي بجانب التوسع الأفقي بما يتناسب مع طبيعات الأنشطة الصناعية أيضا هناك تأخير في ترفيق الأراضي وعدم الصيانة الدورية للمناطق الصناعية القديمة وبالتالي معاناة المستثمر وتوقف حركة الإنتاج والتشغيل أو عفاها أحسن التقديرات تعطلها المطلوب وضع إطار زمني معلن لانتهام من ترفيق وصيانة المناطق الصناعية وامتابعة الجدول الزمني وتنفيذه وقيام شركات خاصة بالصيانة ويكون هذا من خلال تعاقد إدارة المنطقة الصناعية الممثل فيها الصناعيين المصنعين في المنطقة مع هذه الشركات ووضع الضوابط بين قبل الهيئة ولكن ما بتدخلش بتقوم الخدمة بنفسها واناك صعوبة في تخصيص الأرض الصناعية من خلال القريطة الاستثمارية وضعف القريطة نفسها لأنها لا تترجم مميزات المكان فلابد من استكمال المعلومات الخاصة بالأراضي على القريطة الاستثمارية الموجودة كإجراءة مؤقت وتفعيل تخصيص الأراضي من خلال القريطة الاستثمارية ووضع قليلية شفافة له واعادة رسم قريطة استثمارية عملية مباطقة من استراتيجية صناعية متكملة العناصر ده كان التحليل البعد التشريعي وحننتقل الآن لمقارنة مصر مع بعض الدول العالم فيما يخص الترخيص ودخصص الأراضي وإدارة المناطق الصناعية حتى عرض دكتور أسح